مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضرتكم نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب فجئنا من كام يوم بحادث أليم وهو استشهاد للأخ نبيل حبشي على يد الجماعات الإرهابية التي تطلق على نفسها الدواعش مستخدمين طبعا آيات كرآنية ونصوص كرآنية ومتوعدين بالهلاك والقتل والذبح لكل من هم ليسوا على شاكلتهم لكن احنا من على هذا المنبر نصلي أن الرب يعزي الأسرة ويسكب سلامه على أفراد أسرة الأخ نبيل حبشي كما نصلي أيضا من أجل الذين امتلأت قلوبهم بالشر الذي سيطر على قلوبهم الشيطان بتعليم شيطانية تقودهم لهلاك غير التابعين لهم ونصلي أن يفتح الرب قلوبهم وأبصارهم فيعرفوا محبة المسيح فتتغير حياتهم وتكون رسالتهم هي لخير البشرية ورسالة مليئة بالسلام لكل العالم فمرة تانية نصلي من أجل الأسرة المتألمة والكنيسة أيضا التي فقدت أحد أبنائها موضوع حلقة اليوم هو قيامة المسيح تؤكد حقيقة صلبه بقالنا كام حلقة بنتكلم على حقيقة صلب المسيح وبنتكلم عنها من عدة زوايا من أولا ذاوية التاريخ أنها حدث تاريخي لا يمكن إنكاره وإنه هذا الحدث قد سجل في الكتاب المؤدس بالتفاصيل دقيقة جدا جدا وتكلمنا أيضا عن إنه لا يمكن بأي صورة من الصور يكون كتاب الأنجيل فبركو أو ألفو قصة صلب المسيح وقلنا الحلقة اللي فاتت أسباب كثيرة يسقط أمامها هذا الإدعاء أن تلاميذ المسيح قاموا بتأليف قصة لكن النهاردة أكلم عن قيامة المسيح أكلم عن القيامة لأنها برهان على أن يسوع المسيح قد مات ودفن فلو لم يكن المسيح قد مات ودفن لما كانت هناك قيامة والقيامة تؤكد الحدث التاريخي المهم وهو صلب وموت المسيح كما أن القيامة أيضا في ذاتها هي أيضا حدث تاريخي موثق في الكتاب المقدس قيامة المسيح مش بس أنها بتؤكد صلب المسيح لكن قيامة المسيح بتتحد الإدعاء بأن المسيح لم يصلب بأن المسيح لم يصلب طيب نأتي إلى سؤال مهم جدا هل ما سجل في الكتاب المقدس وبالأخص في الأنجيل الأربعة عن صلب وموت وقيامة الرب يسوع يمكن أن يحمل أي ثقل ومصداقية تاريخية يعني هل الكتابات دي كتابات تاريخية في من كم أسبوع اتصل أحد الإخوة الغير مسحيين وكان بيجادل معايا وأنه يحاول أنه ينفي صلب المسيح وأنا سألت سؤال مباشر هل ما سجله القرآن يعتبر تسجيل تاريخي لحادث تاريخي تحاول أن يهرب يقول له طيب أوكي هل ما سجله أيضا عن خروج شعب إسرائيل من أرض مصر يعتبر تسجيل تاريخي يعتبر نص تاريخي بردو حاول يهرب ليه؟ لأنه عندما يتعارض النص اللي معايا مع التاريخ وأنا بأؤمن بالنص فأقول له لا يبقى النص ده نازل من فوق والتاريخ ده كله غلط كويس؟ وبهذا هو يريد أن يمحو تاريخا مسجلا مكتوبا وموثقا له ثقل تاريخي كويس؟ أمام ادعاء ليس له أي سند فنأتي لسؤال مرة تانية ما هو الامتحان لمصداقية الكتابات التاريخية؟ أو بتسميها هستوغرافي كويس؟ الكتابات التاريخية كتابة التاريخ ما عرفش كم واحد فيكم كان بيحب مادة التاريخ في المدرسة كويس؟ أنا شخصيا أعشق التاريخ وأحب التواريخ والأرقام والأحداث إلى آخره فكتابة التاريخ هو تسجيل الحدث التاريخي يعني النهاردة لما نحب نوثق كويس؟ يعني زي مثلاً عندنا توثيق بالنهاردة بالفيديوهات كمان مش بس بالكتابات لكن توثيق مثلاً لثورة 30 من يونيو أو توثيق لثورة 25 يناير كويس؟ أنت بتوثق الحدث بتقول كتابة التاريخ ده علم علم كبير جداً ومش أي حد يقدر يكتب تاريخ كويس؟ فكتابة الحدث التاريخي مهمة أجل السؤال المهم هل الأنجيل هي تسجيل لأحداث تاريخية؟ ده سؤال آخر هل الأنجيل الأربعة بتسجل أحداث تاريخية؟ يعني هل ميلاد الرب يسوع العذراوي ده حدث تاريخي؟ هل حياته على الأرض وخدمته وكان يقول يصنع خيراً ده أحداث تاريخية؟ هل شفاءه لمريد بركد بيت حزدة ده حدث تاريخي؟ هل إجباعه للجموع مرة خمس تلاف ومرة أربعة تلاف ده حدث تاريخي؟ هل إقامته للعاذر ده حدث تاريخي؟ هل مشوا على المياك ده حدث تاريخي؟ هل صلبه وموته وقيامته أحداث تاريخية؟ هل الأنجيل هي تسجيل لأمنيات ولأحلام ولخزعبلات أشخاص؟ أم أن الأنجيل هي تسجيل لأحداث تاريخية؟ صيغة بأسلوب مختلف لكن في جوهرها هي أحداث تاريخية؟ واضح الفكرة ده السؤال المهم لأنه إذا خدنا الكرآن بحسب ما بيدعي الإخوة المسلمين الكرآن ليس تسجيلا لأحداث تاريخية؟ طب هل الأنجيل هي تسجيل لأحداث تاريخية؟ أقدر أقول آه هي الغرض منها كله أن تقدم الأخبار السارة عن أن الله قد أحب العالم فأرسل كلمته متجسدا في العالم وعاش في العالم ومات نيابة عن العالم الساقط ليخلص العالم وقام من بين الأموات وسيأتي أيضا في نهاية الزمان فهل الأنجيل بتقدم تاريخ؟ أيوة بتقدم تاريخ في إطار الخبر السار ناجي إلى نقطة مهمة طب إيه الفرق ما بين التاريخ وكتابة التاريخ؟ يعني هل هناك فرق بين الحدث نفسه الإفنت اللي حصلت؟ كويس وكتابة هذه الأحداث؟ أقولك آه ليس في تغيير ما فيش تغيير لكن الكتابة لها مدارس مختلفة جدا والعالم يعلم كله أنه هناك مدارس مختلفة لكتابة التاريخ أسأل حضراتكم سؤال سنة اللي فاتت تبعنا مسلسل الاختيار كويس وكان بيتناول قصة البطل منسي هل البطل منسي ده شخص تاريخي؟ كلنا نعرف أنه شخص تاريخي هل له أسرة؟ له زوجة؟ له أولاد؟ له أب؟ له أم؟ دخل الكل الحربية؟ إزاي دخل الجيش؟ إزاي خدم في سينة؟ إزاي في الآخر استشهد؟ كل دي أحداث لكنه كتابة هذه الأحداث الكاتب كتبها بأسلوب دراما لينا لكن كتابة الدراما لم تلغي تاريخية الحدث وتاريخية الشخص ده أسلوب من الكتابة ده أسلوب من كتابة التاريخ زي ما أيضا بنتابع الجزء الثاني الاختيار هالفرد ربعة من الإخوان اللي كانوا مستولين عليه؟ ده حدث تاريخي؟ هل أتل الهجوم على قسم الشرطة في كرداسة؟ وأتل كل من فيه والمرأة الشريرة التي سقط أحدهم ماء نار ده هل دي أحداث تاريخية؟ أيوة أحداث تاريخية لكنها تحطت في أسلوب دراما لكنه يعتبر توثيق للتاريخ توثيق للتاريخ فهل هناك فرق بين الحدث أو بين التاريخ وما بين كتابة التاريخ أو الآت؟ يجب أن نفرق بين الاثنين التاريخ اللي هو الهيستوري وعلم كتابة التاريخ اللي هو هيستوغروف اللي اتنين فيه بينهم اختلافات طب إيه هي الاختلافات؟ التاريخ يشير إلى أحداث حقيقية حدثت في الماضي يعني لا أحد يستطيع أن ينكر ما حدث في ميدان ربع العدوية ولا أحد يستطيع أن ينكر ما حدث في كريتاسة ولا أحد يستطيع أن ينكر ما حدث من الغزو الأمريكي مثلا للعراء ولا أحد يستطيع أن ينكر ما حدث من ضمار وخراب لمدن سورية وتشرد أهل سوريا وهجرتهم لبيوتهم لا أحد يستطيع أن ينكر هذه الأحداث التاريخية دي كلها أحداث تاريخية كويس فالتاريخ يشير إلى أحداث أحداث حقيقية حدثت في الماضي أما علم كتابة التاريخ علم كتابة التاريخ فهو أكثر تعقيداً من مجرد تسجيل أحداث تمت في الماضي يعني ما بجيش أكتب قالوا لي آه في اليوم الفلاني حصل كذا واليوم آه حصل كذا لا يعني في أساليب مختلفة لكتابة التاريخ فهو يشمل ليس فقط التسجيل بل التفسير يعني إيه الماضي عديد يعني التفسير يعني أنت النهاردة لما تقرأ عن مثلاً ثورة 25 أنت مش بتقرأ عن الحدث أنت بتقرأ أيضاً عن تفسير الحدث ليه الحدث حدث وليه رد فعل الشباب 25 يناير وإيه كانت النتائج وماذا حدث وكيف قفز الإخوان وصرقوا الثورة وكيف أنت بتقدم تفسير وتتكلم عن خطط الإخوان وتفكرهم من من 80 سنة في احتلال السلطة والتسلط على الناس إلى آخر أنت بتقدم تفسير أنت مش بس بتقدم الحدث لكن بتقدم أيضاً تفسير لهذا الحدث الأحداث وترتبها ترتيب موضوعي ممكن ترتب الأحداث ترتيباً موضوعياً يعني يعني فيه هناك تداخل ما بين مثلاً يركز على شخصية في الجيش ويركز أكتر على الجيش في الجزء الثاني يسجل أكتر عن الشرطة فممكن يكون ترتيبه للأحداث وترتيبه ترتيب موضوعي كويس؟ أحياناً يمكن أن تكتب بأكتر من اسلوب زي ما قلت التاريخ ممكن يكتب بأكتر من اسلوب أنا بقولي الكلام ده ليه؟ لأنه لما نيجي للكتاب المؤدس ونشوف تسجيل الأحداث كيف سجل الكتاب المؤدس هذه الأحداث نعرف أنه الكتاب المؤدس كان بيسجل لنا أحداث تاريخية حقيقية وإن كان سجلها بأسلوب في الكتابة مختلف يعني إيه كلام ده؟ طيب باختصار كده قبل ما أدخل في الموضوع مدارس مختلفة في كتابة التاريخ كيف يكتب التاريخ؟ كلنا بنحب الأفلام الوثائقية يعني لو لو بتحب تاريخ وتعرف أحداث معينة بأسلوب توثيقي اللي هو بنسمي داكيومنتوري تايب إنه أنه أنت بتسجل التسجيل توثيقي فهو يتم بتسجيل الأحداث ويتم بتغضية الموضوعات لماذا قامت الحرب ومن المنتصر وأين ومتى كل هذه الأشياء بيهتم بيها توثيقها هو ما بيقول شو رأيه هو بيقدمها كتوثيق لهذه الأحداث ولا يقدم تفسيرا ولا يقدم هو فهم إيه وليه الأحداث هو يقدم الأحداث كما هي دا أسلوب من كتاب وبنجد كتب كتب كتيرة جدا مكتوبة بهذا الأسلوب وأفلام أيضا كثيرة معمولة على طول ممكن تلاقيه لستة كبيرة بالأفلام الوثائقية كمان في أسلوب بنسميه أسلوب التحليل المنطقي يعني إيه أسلوب التحليل المنطقي أنه إنت بتسجل عن الحرب إنت بتحلل بتحلل كيف أثرت الحرب على الناحية الاجتماعية وكيف أثر المجتمع والتراكمات السابقة على مثلا قيام ثورة من الثورات وما هو أيضا التأثير الثل السياسي والاقتصادي والديني إنت بتقدم صورة أكبر من مجرد الحدث إنت بتقدم الحدث لكن كمان بتهدف إلى تسجيل تسجيل نتائج الحرب أو نتائج الثورة يعني النهاردة لما لما نسجل مثلا عن البنديميك أو الوباء اللي موجود وويس إنت بتسجل لما تيجي تكتب ممكن تقدم دوكومنتري إيه اللي حصل وإزاي انتشره ونسماته وفين وفين وأرقام وأعداد لكن كمان ممكن تتكلم عن كيف أثر الوباء على الإنسان من ناحية الاقتصادية البيوت اللي خربت البزنس اللي وقف كيف أثر على السفر الناس ورحلات الطيران كيف أثر على الأطفال والمدارس والجامعات كيف أثر على الكنيسة أو الجامع كيف أثر على ناحية الاقتصادية السياسية كل هذه بنسميها أسلوب التحليل المنطقي أنت بتقدم الحدث لكن بتقدم الحدث بأسلوب تحليلي منطقي ممكن تكتبها بقى بأسلوب دراما وممكن تكتب التاريخ بأسلوب شعري شعري ويس ممكن تكتبه بأسلوب في القصة كأنك بتاخد شخصية من الشخصيات وتتكلم عنها في إطار هذا الحدث التاريخي ويس أنك تأخذ الحدث التاريخي وتفسره بأسلوب قصصي وشعري شيق يجعل المستمع يتفاعل معه ويتعلم منه زي مثلا زي ما قلت الاختيار مثلا كمسلسل ده أسلوب روائي بيقدم لنا التاريخ لكن بيقدمه بأسلوب كويس أن أنت تحب القصة دي أن أنت تتفاعل معها سواء بالإجاب أو بالسلب لكن مهم أنك تتفاعل معه هل ده تسجيل تاريخ أيوة تسجيل تاريخ من إيه الكتاب مؤدس الكتاب مؤدس هو الخبر الصار هو أن الله في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه لكن الكتاب مؤدس أيضا وهو بيقدم هذا الخبر الصار قدم لنا التاريخ في أسلوب قصصي خبر الصار اللي حصل اللي حصل عند الصليب ماذا رأت المريمات ماذا كان رد فعل التلاميذ أين القبر الفارغ كل هذه الأشياء بنجدها في الأحداث التاريخية لما نيجي لقصة القيامة أنا أقول أنه قصة القيامة بتتحد أكذوبت شبها لها قصة القيامة بتتحد الإدعاء بأن المسيح لم يصلب ولم يموت قصة القيامة بتؤكد تاريخيا صلب المسيح وموت المسيح وعشان كده لما رسول بوليس تكلم عن الإنجيل في كورنسوس الأولى خمستاشر تكلم عن أن الإنجيل تلخيصه في أربعة أحداث في أربع أحداث أنه مات وبرهان موته أنه دفن أن الرب يسوع مات ودفن دول حديثين مرتبطين بموته وفي حديثين أيضا مرتبطين بقيامته قام وظهر فالإنجيل هو أربع أحداث مرتبطين مع بعض موت المسيح ودفنه قيامة المسيح وظهوره كويس واللي اتنين دول ما ينفصلوش عن بعض وعش كده بقول أنه قيامة المسيح تضحط فكرة أن المسيح لم يمت طيب هل يمكن أن نعتبر قيامة المسيح قصة تاريخية صادقة لها مصدقية وإيه هي المعايير لهذه المصدقية لأي حدث تاريخي هناك معايير تؤكد إن كان الحدث ذا تاريخي أو غير تاريخي يعني مثلا لو جنا نطبق مثلا شبها له ما صلبوه وما قتلوه هتيجي تطبق المعايير على مصدقية هذا الكلام تاريخيا مش هتجد ليه لأنه من أهم المعايير لمصدقية تاريخية أحداث معينة هو شهادات متعددة شهادات متعددة يعني يعني شهادة كثيرين شهادة كثيرين شهادة اللي كانوا موجودين شهادة شهود العيان شهادة اليهود شهادة الرومان شهادة النساء عند القبر شهادة 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 هنتكلم عن لك لما تيجي للرواية القرآنية عن صلب المسيح وموت المسيح لا تجد أبدا شهادات متعددة هي مش شهادات it's statement واللي statement دو لا يمكن أبدا أنك تثبت مصدقيته ما دارش هثبت مصدقيته لكن لما يجي إلى الكتاب المؤدس هو يجي إلى معايير مصدقية قيامة المسيح كحدث تاريخي أول حاجة هتكلم عنها هتكلم عن شهادات متعددة كويس في حاجة مهمة مرتبطة بيها هي التماسك الكوهيران يعني القصة متماسكة يعني لا يوجد أبدا حد قال أنه المسيح لم يقم وواحد تاني قال المسيح قام لكن هناك تماسك هناك تباين في التفاصيل كويس لكن هناك تماسك في الأصل في أصل الحدث نفسه هناك تماثك وترابط وأكلم عنه أيضا وهناك التباين التباين بيأكد لنا بيأكد لنا أنه الأنجيل الأربعة أو كتاب الأنجيل الأربعة ما عادوش مع بعض وقالوا تعالوا بينا علشان بس نفابريك القصة وما نظهرش أنه نفابريكينها لازم نتفق مع بعض على الديتيل لكن كل واحد كتب من منظور والتباين ده بيأكد مصداقية الرواية وليس يتعارض مع الرواية الكتابية أما يجي إلى شهادات متعددة ما هي الشهادات اللي موجودة اللي بتؤكد لنا قيامة المسيح شهادة المسيح عن قيامته قبل حادث الصلب الرب يسوع اتكلم في الأنجيل وسجلت لنا الأنجيل ثمان مرات أن الرب يسوع اتكلم عن حقيقة قيامته في اليوم الثالث وفي اليوم الثالث يقوم زي ما اتكلم عن حقيقة آلامه والأبد عليه ومحاكمته وموته اتكلم أيضا عن حقيقة قيامته من بين الأموات شهادات المسيح المتعددة شهادات المسيح المتعددة ده قبل الصلب والقيامة كويس لكن كمان شهادات المسيح عن قيامته بعد حادث الصلب يعني هو شهد هو قال أنا هو هو قال ضهت يدك وضعها في جنبي هات يدك وضعها في إثر المسامير هو شهد عن قيامته من بين الأموات 40 يوما يشهد عن قيامته من بين الأموات 40 يوما يظهر لكثيرين 40 يوما وهو يؤكد أنه قام من بين الأموات يبقى شهادة المسيح قبل الصلب عن قيامته شهادة المسيح بعد الصلب كويس عن قيامته شهادة الأنجيل الأربعة زي ما قلت الأنجيل الأربعة تتضمن 40% من محتواها فوكس أو مركز حول الإسبوع الأخير من حياة المسيح وزي ما كلمت المرة اللي فاتت تفاصيل الصلب الكثيرة تؤكد حدوث الحدث إنما إخفاء التفاصيل ولا يذكر عنها أي شيء يؤكد فبركة الحدث شهادة الأنجيل الأربعة شهادة رسل المسيح الذين شهدوا في كتاباتهم عن قيامة الرب يسوع شهادة أكثر من خمسمائة أخ ظهر لهم الرب يسوع وأكثرهم باقي إلى الآن أكثرهم باقي إلى الآن كويس؟ كويس؟ فده كله كل ده بيأكد بيأكد أن شهادات متعددة للحدث نفسه شهادات متعددة للحدث نفسه طيب قبل أن نقل النقطة الثانية هاخد مدخلة من الدكتور محمد أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً بيأكد أهلاً وسهلاً بيأكد قيامة المسيح تؤكد حقيقة صلبه وقيامته وكنت لسه بسمع من حضرتك دلوقتي أن قيامة المسيح تؤكد أن ما فيش عدم وجود الشبيه وانا بسأل حضرتك سؤال عدم وجود الشبيه قصة قرافة قصة الشبيه جميل جداً حضرتك يا فندم أولاً سؤالي من الذي رأى القيامة اللي كان طالب القيامة أو المفروض اللي كانوا طالبين الآية والمعجزة الكتبة والفرسين الموجود كلام ده موجود في مرقص يا معلم نريد أن نرى منك آية قال جيلون شرير وفاصف هتطلب آية ولا تعطلوا إلا أي توناني النبي كما كان في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاثة لعلي يكون ابن الإنسان في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاثة لعلي السؤال لحضرتك هل الكتبة والفرسين رأوا قيامة المسيح طيب هجاوبك على السؤال ده أولا ده تفسير خاطئ لكلام المسيح ده معنى إيه مش أنه لما هم طلبوا آية لا يقصدون أبدا آية إنه قيامة المسيح عدد كبير من يعني سكشن كبير من اليهود اللي هم الصدقيين لا يؤمنون أساسا بالقيامة وهم لم يطلبوا آية بمعنى إن إحنا عايزينك تشوفك وإنت قايم من الأموات ده ما كانش الكلام عايزين آية يعني عمل لنا معجزة اعمل معجزات كويس وعمل لنا دلوقتي اعمل لنا شو طلع من إيدك فرخة ومن ضهرك مش عارف إيه وخلي العصايا اللي في إيدك ده تحول إلى تعبان إحنا عايزينك تعمل لنا شو كده كويس من معجزات علشان نقدر نؤمن بيك رب يسوع في وقت ده ونتكلم وقال إنه هذا الجير جيل شرير وفاسع يطلب آية مع إنه حياة الرب يسوع كلها كانت معجزات كان يجول ويصنع خيرا رأوا الرب يسوع وهو يصنع المعجزات رأوا الرب يسوع لما شاف الأعمى رأوا الرب يسوع ومش بس كده إنهم شافوا الأعمى بيشفى ولا شافوا العازر بيقوم من بين الأموات لكن يتحولوا ضده وقالوا إنه بهذه الآيات هو يميل الشعب بنحوه وتحولوا ضده فهم مش عايزين بمعنى آية عشان يؤمنوا به هم مجرد عايزين شو ولكن رب يسوع بيقول لهم هنا إنه الآية اللي هتعطى هي إنه ابن الإنسان هيموت وهيقوم كويس ده مش معناه إنه هم هيكونوا عند الأبر قاعدين بره علشان يشوفوه هو آية ده ما بيلغيش الحدث عدم وجودهم عند الأبر لا يلغي أبدا قيامة المسيح كويس والمسيح ظهر مرات ومرات ومرات والتلاميذ والكثيرين كويس فعدم وجودهم عند الأبر لا ينفي أبدا القيامة أو عدم رؤيتهم للمسيح المقام لحظة قيامته لا ينفي أبدا القيامة أنا مش عارف أنت بتكلم على إيه أنت بتحاول تثبيت إيه يعني هل عندك برهان تقدر من خلاله تنفي قيامة المسيح طيب أولا يا فندم بعد إذنك بس دي دي أتين بعد إذنك أوكي أولا يا فندم أنت دلوقتي قلت كلام ورجعت اتنقضت فيه ليه يا فندم أولا أنت قلت أنه هما كانوا تنظيم معجزات ومش عايزين النظام شوه يعني هما عايزين شوه المسيح في الأصل كان بيقوم بالمعجزات عادي جدا قيمة العازر وتكسير الطعام وغير وغير وجه جميل جدا طيب هل لما جه طلبوا منه الآية هو الذي أدار نفسه بالقيامة قال لهم جيل شرير وفاصق يطلب آية لا تعطى لهم إلا أي تيونان النبي كما كان في بطن الأرض الثلاثة آية يكون الإنسان في بطن الأرض الثلاثة آية إذن يا فندم هو الذي أقام على نفسه وأدار نفسه بالقيامة دي نقطة النقطة التانية النقطة التانية اللي أنا برضو ردتها عليك في السؤال المرة اللي فاتت قلت لك يا فندم التلاميذ لم يعلموا قيامة وجبتها لك من يحنى يحنى عشرين تسعة وقلت لك أنهم لم يكنوا يعرفون الكتاب مع أن اليهود اليهود كانوا عارفين أنهم تذكروا قالوا أن هذا الموضل قال أنه سيقوم في اليوم السبس يبقى إذن يا فندم اليهود طلعوا اللي عارفين والتلاميذ مش عارفين حاجة دي النقطة أولى النقطة التانية يا فندم المفروض القيامة كي يؤمنوا هؤلاء الكتبة والفرسين يؤمنوا بأن المسيح بالفعل قد قام من الموت ولكن مثلا أنا هقول مثلا ليه الدكتور أشرف عزم يا فندم أنا عايز أشوف من حضرتك معابزة عايز أشوف من حضرتك معابزة ينفع يا فندم تخش في قضة ضلمة وتقول لي أنا عملت المعجزة في القضة الضلمة وإيه رأيك في المعجزة اللي أنا عملتها أنا ما شفتش منك حاجة مع أنك دخلت في قضة وما شفتش منك أي حاجة كويس جدا كويس جدا طب خلينا أكمل أكمل شكريتك أوكي أكمل شكريتك أنت فيه واش كتير حواليك فأنا يعني لا أنا هبتاعد أبتاعد أنت دلوقتي قلت النقطة مهمة جدا فكرتني بحاجة كويس وأنا يعني يعني هقولها كده كل كل معجزات المسيح كل معجزات المسيح you can prove it تقدر تثبتها ليه؟ لأنها تعاملت قدام الناس لأنه الناس كان لها رد أفعال مختلفة البعض آمن البعض رفض البعض استهزأ البعض مجد الله إشباع الجموع كانت مرئية قيمته العازر كانت مرئية شفاءه للمفلوك كان مرئي الأبرس المرأة نزفة الدم وسط الجموع معجزات المسيح كانت 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 بتلامس الناس ملموسة محدش يقدر ينكر أن المسيح كان يقول يصنع خيرا وبعدين بتقول لي ما منفعش المسيح يدخل قوضة ضلما يقول لهم أنا مش عارف عملت إيه وطلعت لكم طب ده حصل عندك سواني بس لما 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 أقول لك أنا كمسلم قل لي المعجزة اللي عملها رسول الإسلام تقول لي شاء الأمر أنت بتضحك علي ولا بتضحك على الناس قوي أنا 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 مش هدخل في حوار زي المرة اللي فاتت لعند سوري يعني ضيعنا الحلقة وبعدنا عن الموضوع لكن أنا عندي أنا عندي سؤال عندي سؤال آخر ما زلت بسأله لحضرتك هل ما سجله الكرآن يعتبر تسجيلا لأحداث تاريخية أم لا ما زلت سؤالت بسأله لك وعايز إجابة وهنهل وهنهل نقاش بعدها بس فت أنا جاوبتك مرة لا ما جاوبتني ما جاوبتنيش خالص لا 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 أنت لم تجيب على سؤالي أنت اللي بتحاول تضيع الحلقة من غير أنت لم تجيب على سؤالي سؤالي اللي أنا بترحه وعايز آه أو لا أنا مش عايز مش عايزك تودخل لو معرفتش تقول آه أو لا أنا أخلص هاكمل الحلقة بتاعتي أنا عايز إجابة مباشرة يعني أنت لما تسألني تقول لي هل الأناجيل هي تسجيل لأحداث تاريخية أو لك هي تسجيل لأحداث تاريخية في أمثال ضربها الرب يسوع لكن الأحداث التاريخية واضحة جدا في الأناجيل والأناجيل كان التسجيل لأحداث تاريخية مهمة لما أنت أبني قيامة موت المسيح على تاريخ وشهدي التاريخ ولما أبني قيامة المسيح على أنها تاريخ غير لما أنا أسألك هل الكرآن عندما قال ما صلبوه وما قتلوه كان يتحدث عن تاريخ هل أيضا عندما تحدث عن خروج شعب إسرائيل كان تسجيلا لتاريخ أم أن تاريخ ما يجيش جنبه أرد على حضرتك يا فندم جميل تاني برضو بنكرر نفس المشكلة اللي حصلت المرة اللي فاتت وحضرتك قلتها مرة واثنين وثلاثة قلت لك يا فندم القرآن ليس تاريخيا إحنا مش كتاب تاريخي يا فندم زي اللي عندك مش كتاب تاريخ زي اللي عندك ولكن القرآن كتاب قصصي يقص قصص الأنبياء ولكن أنا عند حضرتك يا فندم الجيني شاهد لا لا سواني الجيني شاهد حد على رأى قيامة المسيح زي ما أنا قلت لك أنه فيه فرق ما بين التاريخ وما بين كتابة التاريخ السؤال هل عندما يا فندم الجيني حد رأى قيامة المسيح أنا هكلمك عن كتير رأى قيامة المسيح شاهد المسيح كتير سواني سواني كتير أنا هكلم عن الجزء ده عن شهود العيان الذين ظهر لهم الرب يسوع أدي لك شاهد واحد أنا هكامل الحلقة منش موجود تسمع الحلقة يبقى نكمل الحلقة لكن حضرتك لم تجيب برضو على السؤال أنه ده قصص هل قصص دي قصص خرافية أم قصص تاريخية وإذا كانت تاريخية قصص الأنبياء لماذا قصص الأنبياء قصص خبرية قصص خبرية يعني بتخبر الناس بشيء أنا بقى بقى لحضرتك ماذا الذي رأى قيامة المسيح اتفضل جوجه أنا هكلمك عن شهود العيان وعن الزهرات الرب يسوع لا عايز واحد بس يا فندم رأى قيامة زهرات الرب يسوع زهرات الرب يسوع هل كانت خرافة أم كانت حقيقة لا حاوله أنا قوة تقل يشاهد واحد رأى قيامة يا فندم اللي كان واحد رأى قيامة مريم المجدلية رأى قيامة وظهر لها رأى قيامة ونساء ظهر لهم الرب يسوع عند القبر جاب منين لبس البستان يا فندم ده مريم المجدلية يا فندم بيقوله سرق السيد يا فندم ارجع يا فندم أنا هكمل أنا هكمل واسمع للآخر وبعدين أكمل أشكرك على مدخلتك كويس هو يعني نفس المبدأ بتاع المسلم مهما حاولت تقدم لي من براهين هو مركب دماغه على أنه يرفض التاريخ يرفض الأحداث التاريخية ويصدق حاجة لا يوجد لها أبدا سنة تاريخي يعني هو مسد الرواية القرآنية مع أنها لا يوجد لها أي مصدقية تاريخية ويجي عند الأحداث التاريخية المسجلة بهذا الشكل وبهذه الكسافة ويقول لك لا يعني أنا أنا معرفش أي منطق بيتكلم عليه يعني إنووي التماسك اللي موجود في في قيامة المسيح قصة قيامة المسيح من بناء ودل الأنجيل الأربعة اجتمعت على حقائق أساسية جدا في قيامة المسيح اجتمعت على أن المسيح أولا صلب في عيد الفصح وأنه دفن في قبر ليوسف الرام الأربعة اتفعوا على هذه الحقيقة إنه مات ودفن في قبر لم يوضع فيه أحد وهو قبر يوسف الرام أيضا بيقول أنه بعض النساء لأنه جيل الأربعة اتفعت على أنه بعض النساء ذهبنا للقبر فجرا لأحد فرأينا الحجر مضحرجا وجسد المسيح ليس فيه والملائكة قالوا للنساء أن المسيح ليس في القبر بل قام من بين الأموات المسيح نفسه ظهر للنساء المسكورات وطلب منهن أن يخبرنا التلاميذ أنه قد قام التلاميذ أنفسهم رأوا المسيح وتحدثوا معه أفرادا وجماعة مرات كثيرة كل هذه هو مش عايزي قبالها كل هذه أحداث تاريخية على فكر هو مش عايزي قبالها هو مش عايزي قبالها ليه؟ لأنه هو يعني فوكست على ستيتمنت عنده وقبله زي ما هو ليس له أي سنة تاريخي بس قبله زي ما هو على رأي زاكر لما حد بسأله بيقوله we do not يعني focus on details we do not care about details لو حد بيقوله طيما أنتم مذكرتوش details عن موت المسيح we do not يعني care about details وما الكير about إيه هو بس ما صلبوه وما قتلوه that's it من غير details تؤكد اللي أنت بتقوله كويس التباين اللي موجود تباين موجود yes فيه تباين ليس تناقض ولكن تباين تباين واختلاف في بعض التفاصيل الصغيرة بين الأنجيل الأربعة يدل على أن يد التحريف لم تمتد هذه الأقوال لأن المحرف يريد أن يقدم قصة الكل متفق على تفاصيلها لكن لو فيها تحريف يعني ليه الكنيسة ما جمعتش الأربعة أنجيل وقالوا لا 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 هنا فيه تباين في الجزء ده عن متى وعن مرؤس إحنا لازم نخلي الأربع أنجيل زي بعض التباين اللي موجود لحد النهار ده في الأنجيل بيؤكد أن يد التحريف لم تمتد أبدا للأنجيل الأربعة كويس وإنه فأول ما يفعلوا الذين يحرفون شيئا من كتاب هو حسف العبارات التي تبدو أنها مختلفة لا يوجد بين كتبة الأنجيل أي تواطئ لأن ما يفعلوا الذين يتواطئون على كتابة خبر ما هو حبك التفاصيل حتى يبدو بينهما حتى لا يبدو بينهما اختلاف وده اللي قاله الكاتب الكبير المفكر عباس العقاد كويس في كتابه عبقرية المسيح عباس العقاد نفسه وصل إلى هذه الحقيقة وأكدها قال أنه إذا اختلطت الروايات في أخبار السيد المسيح فليس في هذا الاختلاف بدعة يعني إذا اختلفت الروايات فليس في هذا الاختلاف اللي موجود بدعة ولا دليل قاطع على الإنكار لأن الأنجيل تضمنت أقوالا في مناسبتها لا يسهل القول باختلافها إذ أن مواطن الاختلاف بينها معقولة مع استقصاء أسبابها والمقارنة بينها وبين آثارها في معنى إيه لنما الجوهر لم يختلفوا فيه في اختلافات آه لكل واحد كتب بغرض مختلف وكتب من وجهة نظر ومن وجهة مختلفة لنفس الحقيقة التاريخية كما أن مواضع الاتفاق الانتفاق بينهما تدل عنها رسالة واحدة من وح يو القيامة الجميع اتفقوا على أن المسيح ظهر للتلميذ وأنه ظهر للنساء أولا وأنه ظهر للتلميذ أفرادا الجميع اتفقوا على هذه الحقائق فالجوهر واحد ده عباس العقاد طيب حقائق بقى مرتبطة بقيامة المسيح فيه ثلاث حقائق مرتبطين بقيامة المسيح وطبعا إخواتنا المسلمين يحاولوا يجيبوا أي حاجة ويفسروها بحسب مزاجهم الحقيقة الأولى هي حقيقة القبر الفارق حقيقة القبر الفارق أول حاجة أقولك ما حدش يعرف القبر الذي دفن فيه المسيح حقيقة القبر الفارق نكلم عنها لأنه إذا وجد قبر فارق يلازم نجي التفسير لهذا القبر الفارق الحقيقة الثانية تلميذ المسيح اختبروا وتقابلوا مع يسوع زهرات المسيح كانت نقطة التحول في حياتهم هي زهرات يسوع لهم حاجة ثالثة كنتيجة لوعز التلميذ عن قيامة المسيح انتشرت المسيحية في كل المسكونة طب أباجي إلى القبر الفارق ما هي الأدلة على أن القبر الذي دفن فيه يسوع وجده فارقا؟ هتقول لي تعرفت إزاي أن الأبر ده وجده فارقا؟ عرفت إزاي؟ أكدت إزاي أن الأبر ده وجده فارقا؟ كويس؟ أول حاجة وعز التلميذ المسيح عن قيامة المسيح في نفس المدينة التي صلب ودفن فيها المسيح تخيل أن بعد خمسين يوم من موت المسيح يقف التلميذ في نفس المدينة وأمام نفس الأشخاص الذين صلبوا المسيح وكانوا شهود على صلب وموت المسيح والعدد الكبير منهم كان أيضا حكم على المسيح بالموت يقفوا في نفس المدينة وفي نفس المكان وينادوا لنفس الناس ويقولوا المسيح قام من بين الأموات لو المسيح لم يقم ده بسهولة جدا واحد يروح يجيب الجسد من الأبر يقول له أهو ده إحنا لسه جايبينه من أبر يوسف الرامي أهو أنت بتتكلم أنت كذاب تكذاب الأدلة ما زالت فريش موجودة الأبر موجود ولو لم يقم المسيح لكان جسده أيضا موجود كانوا له الأبر هو موجود في الجسد كانوا أنهوا على المسيحية في لحظة لكن التلاميذ كانوا ينادون في نفس المكان بأن المسيح قام وأنه ظهر لهم وأنه حي وأنه هو المسيح وأنه هو نفس الشخص الذي صلب والذي مات وقام في اليوم التالت أحنا مش بكلم على سنين فرق أحنا بكلم على خمسين يوم فرق ما بين الصلب والموت وما بين مناداتهم يوم الخمسين في يوم الخمسين لما حل الروح الكدس عليهم ده 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 جزء طيب اليهود نفسهم اعترفوا أن القبر فارغ وأن الجسد ليس موجود إذا قوم من الحراس جاءوا للمدينة الحراس دول اللي كانوا موجودين عند القبر الذين شاهدوا أن القبر فارغ وأخبروا الكهنة أخبروا الأساء الكهنة بكل ما كان فاجتمعوا لأنهم سقطوا لما حصلت الزلزلة وخافوا فجام جم وقالوا للكهنة بكل ما شاهدوه وتشاوروا وأعطوا العسكر اللي هم الرؤساء اللي كان أعطوا العسكر فضة كثيرة قالين قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وصرقوا يعني احنا نعمل ايه في المشكلة دي دلوقتي احنا حاول نفسر نقدم تفسير له ان تلاميذه جنب الليل وصرقوه ونحن نيام وإذا سمع ذلك عند الولي وإذا سمع ذلك عند الولي فنستعطفه يعني لما الولي يعرف اللي حصل لأنه أنتوا تتكسلوا عن حراستكم للقبر ده أمامه موت فاحنا نروح بقى نستعطفه ونجعلكم مطمئنين فأخذوا الفضة وفعلوا كما فاليهود اعترفوا أن القبر فارغ ولازم يجدوا حل لهذه المعضلة اليهود نفسهم مقاومين الإيمان ذكروا حقيقة القبر الفارغ القبر الفارغ مبني على مصدقية دفن المسيح أنه دوفن فيسوع دوفن في قبر يوسف الرامي وهو واحد من أعضاء مجمع السنهدريم يعني واحد من السبعين أو السبعين اللي هم أعلى سلطة دينية في ذلك الوقت الهيئة القضائية الدينية العليا في ذلك الوقت والسبعين دول أعضاء السنهدريم معرفين عند كل الناس لأنهم من عائلات ومرموقين ومتعلمين ويعني الناس اللي هي صفوة المجتمع بيسموه مجتمع الديني فقبر يوسف الرامي معروف ويوسف الرامي نفسه معروف طبعا ييجي يقولك ممكن نفسر القبر الفارغ دو طب تفسره ازاي يقولك أول حاجة ممكن التلاميذ يكونوا كذبوا ما فيش حاجة يسمعه قبر الفارغ بس كذبه التلاميذ كذبوا التلاميذ سرقوا الجسد وكذبوا إن المسيح قام بأي جراءة وبأي دافع يعملوا كده يقولك تاني المسيح المسيح بعض الليبرالز المتحررين يقولك المسيح لم يمت ده أغمى عليه ولما لما دخل القبر كده انتعش وأساسا الكتان اللي كان لفوه به لما نزلوا من على الصليب ده مليان كله سيكرت ميديسين يعني أدوية سرية كده فلما تلف به دخلت الأدوية السرية دي مكان الجراح وأنعشته وقام وراح بقوة حرك الحجر اللي هو حوالي عشرة وقام من وقام من القبر بس كان أغمى عليه ما كانش مات فلما خرج طب خرج راح فين ما حدش شافه طيب ما حدش ميسكه والبعض الآخر يقولك لا يوسف الرامي يوسف الرامي آه قالي انه هو هيحط المسيح في القبر بتاعه هياخد جسد المسيح هيحط في القبر بتاعه الجديد بس يوسف الرامي لما روح بيته قال لمراته اللي حصل فمراته زعلت وزعقت له وقالت له ازاي القبر بتاع العيلة بتاع اتناتي دي اتحط فيه جسد المسيح ونكدت عليه وقلبت عليه المواجع وقعدت تزن عليه طول الليل انه لازم يروح ويخرج جسد المسيح من القبر الجديد ده يحطه فيه مكان تاني فيوسف الرامي الغلبان يعني علشان مراته قام في نص الليل راح خد جسد المسيح من القبر اللي عليه الحراس واللي محطوط عليه الحجر واللي مختوم بالختم الروماني راح شال الجسد ده وحطه فيه مكان تاني وما قالش للتلاميذ معرفش حد فيعيني لما المريمات جم تاني يوم الصبح وكده لقوا القبر فارغ والتلاميذ لما جم لقوا القبر فارغ انما هو المسيح ما ماتش ما قامش ده المسيح اتحط فيه قبري تاني بس يوسف ما ارداش يقول لهم هو فين الانسان لما يحب يرفض يخترع اكاذيب تبقى محتاجة ايمان اكتر انك تصدقها من انك تصدق ان المسيح قد قام ويصدق هذه الاكاذيب ويصدقها ويبقى ومن بيها مع انها منطقيا غلط غير حقيقية انما هم صدقها يعني يصدق الكتاب اسهله من انه يصدق الاكاذيب دي لكن لانه رافض الله ورافض الكتاب المؤدس ورافض كلمة الله ورافض سلطان الله على حياته ورافض يقبل خلاص المسيح هو بيصدق اكاذيب زي بالزبط الاخوة المسلمين هو مسدق اكسوبة مع انه هذه الاكسوبة تحتاج الى ايمان اقوى من ان يؤمن ان المسيح قد مات وقام لانه الموت والقيامة له ادلة كثيرة لا يمكن للانسان انه يجهلها وزي ما نقول اللي ما شوفش من الغربال يبقى اعمى كل هذه الادلة الانسان عنده استعداد انه يرفضها ويؤمن بيه خرافات لمجرد انه رافض الايمان بالمسيح يسوع زي كثير من يعني الملحدين مثلا اللي رافض حقيقة خلق الله يعني فيه كتاب جميل بعنوان I don't have enough faith to be an atheist ما عنديش ايمان كفاية ابقى ملحد لانه الايمان اللي عندي خليني اؤمن بالحقائق اللي موجودة دي انما عشان انكر حقيقة خلق الله وامن بأفكار واشياء دي محتاج ايمان اكتر من مجرد انه اقبل المكتوب طيب كمل قبر يسوع مازال موجودا ومازال موجودا الى الان ومازال البستان موجود الى الان ومازال قرب من الجلجثة موجود الى الان واستطيع الانسان ان يزوره واستطيع الانسان ان يدخل القبر وصار القبر مزارا لا لكي نزور الجسد الذي وضع فيه بل لكي نرى الحقيقة أن المسيح ليس هو هاهنا ولكنه قد قام أول ما نكتشف القبر الفارغ هم النساء ودي عكس التقاليد اليهودية يعني أنا لو عايز أفبرك قصة عايز أفبركها ما ينفعش أجيب النساء فيها وما ينفعش أن أعتبر أن شهادة النساء مقبولة في ذلك الوقت في هذا المجتمع ده أنا كنت جبت لو هفبرك بقى قصة هجيب ناس أولى ما يقولوا حاجة شهادتهم تبقى على طول تأخذ مجتمعا ودينا ولأن المجتمع لا يعتد بشهادة النساء فهذا يؤكد حقيقة الحدث ولا ينفيه دي كلها على فكرة أدلة تاريخية كلها براهين تاريخية على قيامة المسيح من بين حقيقة بقى زهورات المسيح ده موضوع كبير جدا واللستة أحطها قدام حضراتكم في الدقيقة الفضلة الأخيرة زهور المريم المجدلية زهوره لنسوة يعني أقولك المسيح لم يرى أحد لم يرى أحد المسيح لم يرى أحد قيامة المسيح زهوره للمريم المجدلية زهوره لنسوة أخريات زهوره لتلميزية عمواس زهوره لبوتروس زهوره ليعقوب وحده زهوره للتلاميذ بدون توما زهوره للتلاميذ مع توما زهوره عند بحير الطبرية زهوره للخمسمائة أخ وبوليس يقول وأكثرهم باقي إلى الآن ده بيأكد لنا حقيقة مهمة أن المسيح قام وقيامة المسيح تاريخيا لها مصداقية وثقل أن حدث تاريخي قد حدث ولأن المسيح قد قام فباطل الإدعاء بأنه لم يمت هذه هي الحقيقة المسيح قام إلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر